إياه بحكية مع عزيز قتاتا وفي الفترة ذيكا أم كالثوم ما كلمتوش وما سألتش عليه دونك صديقنا الشاعر أحمد رامي اختيفي خاطره وكتب لها كلمات يمسهرني فما زاد أغنية حيرت قلبي معاك اللي تقول بدي أشكي لك من نار حبي بدي أحكي لك علي في قلبي وهنا اللي كيف كيف الشاعر أحمد رامي مرة أخرى هو اللي اكتب كلمات أغنية هذي باش يعبر عن حب سنوات حب أفلاتوني سميوها البعض فما زاد غنية حب إيه اللي انت جاي تقول عليه هي اغنية حب إيه والكلمات هذو هو رد الممثلة سمي جميل على طلب زواج الموسيقار بليغ حمدي يعني يقولوا احنا رفضته بصخرية ومن هنا أوحى موقف بليغ حمدي الشاعر محمد عبد الوهاب وكتب منها أغنية حب إيه اللي لحانها هو بنفسه وقدمها لكوكب الشرق أم كالثوم وهي قصة كبيرة برشة معتها في الاخنية العربية ونحكيها على كوكب الشرق ملنش مش بنحكيوش على أحمد رامي اللي كان دونك عنصر فاعل في النجاح بتاع آآ آآ أم كارثوم لسنوات اطويلة برشة icial اكيد هو اللي اكتبها لها أكثر من اغنية واكثر من من اغنية هما اللي نجحو الاغنية ذوق وهم من النجحين نقولوا احنا و الحقيقة في في مصر في الوقت ذاك حسم ما نشوف برشة برشة قصص كما هكذا كانوا يصيروا في الوقت ذاك صحيح وصيرتو مع انت كنا نحكيه زيدا على آآ اغاني وقصص مع محمد عبلوها في اللقاء الصحة بمتاحهم ضعوك في كل مرة كنتو نحكيه على اغنية من الاغاني على القصص متاحهم صيرتو كنا نحكيه على كوكب الشرق ام كالثو ماتك صحة عزيز شكرا مارك اللو فيك شكرا زيدا الاماني كانت معنا في الاخراج التقني سليم